بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا بكم. في قناة زاكر الحساب وماز. ان شاء الله هنعلمكم النهاردة الطريقة الهندية في تعليم جدول الضرب بدون حفز بدون حفز جدول الضرب. ان شاء الله هتبقى طريقة سهلة جدا. اه وهتساعد اولادكم من هما اه ما يحفزهش جدول الضرب بعد المعاناة اللي بنشاه في حفز جدول الضرب. هيبدأ بسم الله كده طبعا الطريقة ديها بتخصة بجدول ستة والسبعة والتمانية والتسعة. تمام? طيب لما جدول دلوقتي هنسمي صوابعنا ده اسماء اه جديدة. تمام? هنسمهم اسماء جديدة. فهنسمي ده اللي هو من هاول هنا ده. هنسميه ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وده ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. بس كده تمام? ي Kotze من اول هنا. تمام? من اول لها ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. بعد كده ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اما حاجة ابني احفز دور. تمام? لما اجاول مسلا عايز اه جدول مسلا السبعة في سبعة. سبعة في سبعة. طبعا هنا سبعة وهنا سبعة. تمام? هعمل这是 سبعة سبعة. هعمل هعمل اه هنا بقى؟ هطلع بالحفظ الجديد. ستة سبعة. انا يمكن. طبعا اقول لابني لازم ان يفرض صابع الاول. يفرض صابع كده. اقوله ستة سبعة. تمام? بعد كده ستة سبعة. كده. طيب. هنا فيه تلات صابع وهنا فيه تلات صابع يتضربوا. ايه يتضربوا? تلاتة في تلاتة. ها تلاتة في تلاتة. تاني كده? تلاتة في تلاتة تسعة. تلاتة في تلاتة تسعة. طب اللي تحت. اللي تحت هجمعهم. او هعدون بالايه? بالعشرات. عشرة عشرين تلاتين اربعين. عشرة عشرين تلاتين اربعين. يبقى كده كام? يبقى فوق كان تسعة وتحت كام اربعين? يبقى تسعة واربعين. تسعة واربعين. طبعا هتقول الطريقة صعبة. لا انا 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 كعملتها كمدرس وعملتها مع طلبة كتيرة. ونفعت جدا وبقوا صراحة جدا اهم حاجة ان هم يتمرنوا عليها كثير. طيب مسلا التسعة ستة سبعة تمانية. التسعة ستة سبعة تمانية التسعة. اللي هو قفين دول بتضربوا. اللي هو الواحد في اتنين باتنين ما تنساش الواحد في اتنين باتنين طب التاني اللي تحت هنا بعدم العشرات. عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين. يبقى فوق كان كام اتنين يبقى تنين وسبعين اتنين وسبعين. طيب مسلا اقول ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ستة سبعة والتسعة ستة سبعة تمانية تسعة ستة سبعة تمانية ايه تسعة طيب اللي فوق بتضربه الواحد في تلاتة بتلاتة بيتضرب مش بالجمع الواحد في تلاتة بتلاتة عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين يبقى تلاتة وستين تلاتة وستين طيب هتقول لهم مسلا في طريقة تانية برضو بالمرة برضو اقول لكم لجدول التسعة من اول واحد في تسعة اتنين في التسعة تلاتة تسعة ربعة في تسعة خمسة تسعة الحاد الاخر. ايه يا طريق جدول التسعة? اه سواب عيهيت اه برضو نفس الكلام اه عادي جدا. واحد اتنين تلاتة باليمين طبعا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. مش فهم مشكلة. لما اقول مسلا عائل صغير عيد واحد اتنين تلاتة اربعة طيب. لما اقول لك مسلا خمسة في تسعة. الخمسة في تسعة. فين السبع رقم خمسة? اما منش دعوه برقم تسعة. لما عند رجل سبع رقم خمسة. طبعا ده طريق جدول التسعة. فين السبع رقم خمسة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الوه ده انا ايمو. انا ايمو. تمام? هيتفضل هنا ولاد خمس سوابع ويتفضل هنا اربع سوابع. هيتفضل هنا ايه? خمس سوابع. وهنا ايه? اربع سوابع. صح ولا لا? يبقى ده خمسة اخدوه لعشيمة الاول خمسة واربعين. خمسة واربعين. بس كده. ده طريق يدول التسعة. طيب مسلا ستة في تسعة واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة او انام الستة. اجيب العشمال الاول لهم دول اربعة وهنا كام خمسين اربعة وخمسين. بس كده. طيب مسلا تمانية في تسعة تمانية في تسعة واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هذا التمانية اول. تمام? اتجيب دول اللاعليمان دول يتجمعوا مع بعض اللي هيجوا مع بعض سبعة يبقى تنين وسبعين اتنين هنا سبعة سبعين اتنين وسبعين طيب مسلا تسعة في تسعة عجب التسعة واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعين، اتسعة تسعة اوات واحد وتفضل لدول كام اتفضل لدول كام طمين يا رب تكون فكرة عجبتكم اعلموا الليلة اولادكم ومن راحة خالص كده اتدهم فرصة مش لازمن ساعة او نص ساعة يوم كامل تمام? وما تحكمش اعتران هي فشلة. انا انا كمدرس بقولك بجد طرائة نجحة جدا جدا جدا. وساعد الطلبة كتير قوي. يعني انا عرف طلبة عندي كتير قوي. مش حافظين جادر الضرب. بس بالطرائة بتاعتهم ديت. قدروا تماما كتف الكراسة. يتعود عليها. وتلاقي كل حاجة بقت سهل بازن الله. اشوفكم على خير. وفكرة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله بركاته. شكرا